من تراغؤ discriminatory هو January 2 Sustainable Development ما هو Sustainable Development هي التنمية المستدامة أشهر ما هي التنمية المستدامة يعني كنلبيوا الحاجات لها هاد الناس اللي كاينين حاليا وكنفكروا باشو باش نحافظوا الحاجات دا الناس اللي جايين في مستعمل باش بقديم التنمية مستعملة مستعملة مشين نعطي كل شي هاد الناس اللي كاين هنا و كل أجيال أخرى نساها عدنا إكسرسيس إنتردكشن إكسرسيس A إجرسيس 117 كما ديما كنقول لكم دير التمرين هو اللغول عدم باتشوفوا الفيديو باش عالفوا أجوبا now with your partner decide which of the pictures are related to development and which are related to end of development then share your answers with the whole class giving convincing arguments يعني عدنا بجموعة دير الصور غانشوفوا الصور اللي كتعكسنا التطور والصور اللي كتعكسنا التخلف ولا عدم التطور غاد نحط الحرف ديرها وغاد من بعد شارك الأجوب ديرك ما باقي القسم وحاول باش تعطي حجاج لماذا هاديرا دير تقدم ولا دير تطور وهاد الصور الأخرى لماشي دير تقدم ولا ماشي دير التطور باسم الأجوبة ديريك الآتي عدنا بكتر A نحط الوصف نحط الوصف عدنا بكتر A علش A لان فيها تريشي ميشين آلة الحساد ولا ميكوميزيشن أو أغريكاشر المكننا دير فلاحة وهدي رحة جانب الجانب جانب التطور عدنا بكتر B علش بكتر B لان فيها طرق سريعة ولا طرق السيارة هادي تيار من بين سمات التطور عدنا بكتر C عدنا فيها المعامل يعني الصناعة ولا الصناعة الصناعة العسرية يعني هذار عطوات التطور عدنا بكتر E عدنا فيها الانفورميشن تيكنولوجي يعني المعلوميات والإعلاميات والتطورة المعلوميات وعدي مرتضع بالتطور عدنا بكتر G عدنا Brain Scanner يعني جهاز كشف الدماغ وهو توجهز بالتطور وعدنا البيكتر A وهي Skyscraper يعني ناضحة الساحب وهي أيضا رمز ما رمز من رموز التطور Under developing pictures يعني الصور اللي عدى على تخلف ولي عدم تطور كان البيكتر D عدنا فيها Child labor يعني اشتغال أطفال يعني في الدول المتخلفة ولا غير متقدمة يفرش كنصيبو الأطفال بزائع عواض باش يمشيوا المدرسة يتعلمو باش يحسنوا الوضعية ديهم و الوضعية للعائلة ديهم كيواللي و يمشيوا و يخدمو باش يكسبوا الضرف دي الخبز و لا لغمة للعيش و بتعليق يستمر الفقر في دائرتين مغرقة شايف باش يكسبوا باش يكسبوا باش يكسبوا لغمية للترانس بورت يعني خياب وسائل النقل كما كنت شونا لدينا قطار نحوان جيد مزاحي و هي من السماد دي الدول المتخلفة و لعدم التطور ثم باش يكسبوا فيها فلاح ما زال كأحرة بالحيوانات يعني عدنا ترديشن البلاوين الحرط التقليدي يعني الفلاح المهاشية المكان 6 حتار ما قل عيش و هي مختلفة لكن ماشينا في بيكشور اي اللي هي عدنا آلات الحصاد تريش الماشين للمكن ديال الفلاح بيكشور 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 ولو الأفكار ديركم ما بقية الكاسم كما كان نقول لكم ديروا التمرين لغول عدم بعد شوفوا الفيديو واشتعرفوا الأجمع بنسبة السؤال الأول ما هي الاناصر الأساسية للتطور بنسبة لها لتطور في مجتمع ما وفي دولة ما خاصة تكون عندنا ديمقراطية حقيقية ثم احترام حقوق الإنسان جميع الدول المتقدمة عندها ديمقراطية حقيقية واحترام بالحقوق الإنسان جميع المواطنين وجميع الجهات تستفيدوا من التروة الوطنية عشان التروة الوطنية تكون مركزة بعض الجهات وجهات أخرى تكون مهمشة تكون شفافية بالتعريب والتوظيف والميزانيات والانتخابات إلى غير ذلك بنية تحتية جيدة يعني الكهرباء والماء والمستشفيات والطرق والصيارات إلى غير ذلك الحماية للبيئة يعني دول متقدمة كتدير الصناعة وكتقدمه ولكن في نفس اللغة تحميل البيئة لأن البيئة هي الريئة وليس تنفس المجتمع إلا كان تقدم ومع تحضيم البيئة فهذا ليس تقدم لأن الانتحار ميروتوكراسي ماذا يسمى ميروتوكراسي؟ يجب أن تحصل على ما تحصل يعني كل الإنسان وكل مواطنين يحصلوا على ما يستحقهم مثلا لأنه ليس يحبك حداد فقط تخرج حداد يمكن أن يحصل حداد وتقول لي ماتش وعند القدرات يعني تقول لي في أعلى الهرام دي المنية دي المجتمع مثلا إلا أن هذه كنتسمى ميروتوكراسي يعني أن الناس يحاكمون ليس بانتمائهم الطبقي ولكن حسب القدرات ديرهم واحد فقير ولكن عندهم قدرات يمكن يترقى في السلم الاجتماعي تربية جيدة جميع الأطفال يعني بغض النظر على الطبقة اللي كانت موليها اللي كانت تكون تعليم الأغنية وتعليم فقراء هذا كي عندي شرخ في المجتمع وبتالي كتكون عدنا قنبلة موقوتها في المستقبل بينما لك تربية كما كانت دول متقدمة كتكون تربية لجميع الأطفال بغض النظر على الطبقة ديها free and fair elections يعني دخابات حرة ونزية الثانية الثانية تربية جيدة تربية جيدة وش تطور عنده تأثيرات سلبية نعم 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 تربية جيدة جيدة غير ذلك كي عندي إلى تدهور البيئة moral erosion يعني الأخلاق دي ولا السلوك دي الفضل في المدن الصغيرة ولا في قرى الصغيرة ما هاشي هو السلوك دياله في الوضو الكبير يعني في المدن الكبير كي يقوم بسلوك آخر لأنك تقول لي الرقابة الاجتماعية ضعيفة صيفيش يعني الانهانية تدهور ديان الناس ما تتم بشؤن ديالها خاصة ديالها وما تتمش بالآخر ثم نيو ديزيز يعني يعني عدنا أمرات جديدة مثل مراد في ايدز مراد في قبل من عرب كلا سباب وغيرها ثم البيانس يعني بسبب أن المدن كتكون كبيرة كولي عدنا الانف ثم الانف وجرائم بايدنس عن كرائم يعني الانف وجرائم في المدن الكبيرة لا تكون أكثر من المناطق الصغيرة فيرس كومبيتيشن كتكون المنافسة شريصة يعني البقاء للأصلح ما تريل كتكون لها المادية النس كيف 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 المادة ثم مرد المنافسة كتكون شريصة هذا كيعد إلى تهميش الناس ضعف لما قادرينش باش يسيروا التطور الضعف الضعف حسبك ماذا يعني بالتنمية المستدامة كما شرحت لكم في البداية فيديو التنمية المستدامة وهي التنمية التي تلبي الحاجيات للناس حاليا ولكن تفكر أيضا في تنمية الحاجيات للناس في المستقبل مثلا لعبنا الغابة وعبنا البيض على مهم كيف ستجدون الغابة والناس البيض الغابة لعادلين لديهم الغابة قطعوها في شهر وهو الأجيال القادمة شغل خليولها إذا قطعناها في شهر لا تنمية مشي تنمية مسلمة تنمية مسلمة كان قطع شوية منها ولكن كان خليه باقي الأجيال قادمة ماذا تعني القولة التالية بنسبة لك ثم شارك تحليلك ولا تأويلك مع زميلك ولا صديقك ثم مع بقي القسم فكير بشكل عالمي وتحرك بشكل محلي بالنسبة لك يعني خاص الإنسان يحترم الهوية المحلية دياله يعني القيام دياله قيام دياله المجتمع دياله لغا دياله تقليل إلغا ديالك وفي نفس الوقت أن تفتح دماغا ديالك والعين يلغا ديالك وفي نفس الوقت تفتح دماغا ديالك دماغا ديالك دماغا ديالك دماغا ديالك دماغا ديالك